جهاز محمول للتصوير بالرانين المغناطيسي يثفي مزيدا من الوضوح على هذه التقنية هذا هو مش يكون موضوعنا اليوم في كواد نوف سانتي أجهزة التصوير بالرانين المغناطيسي هي أثم الأدوات التشخيصية اللي نستخدمها في تقييم إصابات الدماغ وإفتراباته مع ذلك أنه نحو ثلاثة ناس في جميع الحق العالم لتتيسر لهم الاستفادة من هذه التقنية كما أنه أكثر من 90% من هذه الأجهزة موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع والسبب الرئيسي وراء ذلك هو تكليفة الأجهزة اللي يتراوح ثمن الجهاز واحد في المعتاد بين مليون وثلاثة ملايين دولار أمريكي وتحتاج هيجة نوعية من الأجهزة إلى غرفة مصمة خصوصا من أجل تدريع الأجهزة بهدف عزلها من الإشارات الخارجية والإحتواء المجالات المغناطيسية القوية اللي تولدها مغناطيسيتها في قيعة التوصيل واللي تطلب أنظمة التدريد بالليل يوم السائل وهي أنظمة بهدفة التكلفة في تشغيلها وقد نشهت قريبا استخداما واسع البديل المحمولة منخفية التكلفة في دراسة نشرتها في 24 ديسمبر 2020 دورية نيتشر كومينيكيشنز قدم باحثون من جامعة هونغ كونغ توصيفا لجهاز تصوير برانين المغناطيسي لا يحتاج إلى التدريع ويستمت طاقته من مقبس حق تعائدي هذا النهج المعروف باسم تصوير برانين المغناطيسي دي المجال فئق الانخفاظ يفتقر إلى الوضوح والدقة اللي يزيمين للتشخيص الدقيق غير أنه أقل تكلفة بكثير اثتقل تكليف الموارد عن 20 ألف دولار أمريكي وفق تقديرات الباحثين المشاركين في الدراسة يستند التصوير برانين المغناطيسي إلى حقيقة القائلة أنه الماء يشكل معظم بنيت جسم الإنسان وتحتوي البروتينات الموجودة في ذرات الهيدروجين على عزوم مغزيلية مشحونة مغناطيسيا ويحاذيها المجال المغناطيسي وتجسها نمضات ترددات الراديوية وتحتوي الأنسجة المختلفة على تركيزات مائية وبيئات مغناطيسية متميزة وتظهر هذه الفروق فيها أي تبايينات فادحة ودكينة اللون في الصور المعاد تشكيلة وللحفاظ على ميزة قابلية الأجهزة للحمل يتخلى التصميم ذو المجال فئق الانخفاظ على التدريع الفيزيي للترددات الراديوية وعوضا عن ذلك استخدم الباحثون أحدى خوارزميات التعلم العميق المدربة على التعرف للإشارات التدخل والتنبؤ بها والتي تطرح بعد ذلك من الإشارات المقايسة وبرهن الفريق على فاعلية الجهاز من خلال إخضاع 25 مريض للتصوير مقارنة الصور بتلك الصادرة عن أحد الأجهزة القياسية للتصوير بالرانين المغناطيسي واستطاع الباحثون التعرف على معظم الأمراض نفسها بما يشمل سكتة دماغية كان هذا كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم كوادنوف سانتي